اشتركوا في القناة على ايه؟ ممكن نلمش هاملنا ازاي؟ خلينا نشوف مين دور الجوار العربي اللي بتشترك معانا عبر الحضارات وفي حضارات مشتركة بيننا وبينهم من ايام وزمن الفرعنة موضوع غريب موضوع شايق علشان كده بيشرفنا نهاردة بالستوديو ضيف يضيفكم دكتور بسام الشمع المؤرخ وعضو جامعية الدراسات التاريخية صباح الخير ونهارك دايما سعيدة دكتور عاركم سعيد ونهار مصر كلها سعيد وكمان الاخوة العرب يا رب خلينا بسرعة نخش في موضوعنا ونسأل حضرتك ايه الدول العربية اللي بتشترك معانا في حضارة زي حضارة المصري القديم هي الفكرة الحمدل اللي لاجت لنا تحت الشعار كده هوت جال على بالي كده هوت اسمه لم الشمل عبر التاريخ وبما ان احنا مش عارفين نلم الشمل فورداتاين بينج او فوقتنا الحالي سياسيا فايه المانع ان احنا نبدأ ندور على بعض الاشياء وبعض المفاتيح وبعض الابواب الكبيرة اللي ممكن نعديها بحيث نفتح بيننا وبنبعد هذه السراضيب وننورها بقى يعني هي السراضيب عمتا عندنا في التاريخ ما بتبقى مظلمة لكن احنا هننور بقى السراضي ده طب ايه النور ده ايه القبص الجميل من النور اللي احنا هنستخدمه ده الحضارات فطول ما انت عمل تقرأ في حضارات العرب عمتا وانحنا نحن ونتكلم مش لازم نبقى في عصر تاريخي او عصر الكتابة او عصر بناء الهرم ده انا ممكن اقولك قبل كده كمان فوجدت عجب العجاب نمرة واحد ما قولكم مميوات اليمن مميوات جمع ممياء اليمن اهرامات ليبيا كهوف الجزائر ايزيس في الاردن تجارة الاكسسوارات الحريم بين مصر وفلسطين انت متخيل هتحور رمز الجمال والموسيقى والنساء والمرأة في في نقية اور في العراق وعلاقتها باقدم حضارة في الدنيا فانت تبص كده وتقول الله اما الحاجات دي كلها طيب المفاجأة الاكبر بقى ودي نفسكوا نفسكوا بقى يا مصريين يا عربي اللي بتشوفونا هيروغليفي في السعودية هيروغليفي منحوط على سخور في واحد تيماء بنتكلم جغرافيا عشان الناس اللي هتخش تذكر النهاردة ان شاء الله واحد تيماء فين واحد تيماء موجودة في محافظة تابوك وهي المحافظة الكائنة في المملكة السعودية الشقيقة شمال غرب يعني ايه؟ يعني اقرب واحدة لك وانت متعدسينا خلاص كده ارتبطت ليه؟ لان دي ارد مادية في التاريخ وارد مادية كنت مشهورة بايه؟ كنت مشهورة بالبخور الدهب الفضة النحاس احنا مصر القديمة حضرت بخور احنا اطلق علينا حاجتين حضرت الحجر لان احنا المصر القديم عمل من الحجر كل هذه الايه؟ الامثلة التحفة من النحوتات ومن المعابد ومن الانجازات الهرامية وحساب المثلثات وكذا واتقال علينا كمان احنا حضرت بخور لان المعبد المصر دائما لابد ما كان بيستخدم البخور والبيت المصر القديم كان بيستخدم الست المصرية القديمة كان بتستخدم البخور في بيت عشان تقتل الحشرات كانت من ضمن الطريقة اللي بتخلي بيتها نضيف كان عندها كده طرق عبقرية المرأة المصرية كانت تحط على الأرض ملح النترون اللي بيجي من ودي النترون عشان كده نيترون سول بالإنجليزي يسموه كده بالإنجليزي أنت أرغمت الإنجليزي ولو ما استخدمت لغتك من كتر قوتك الحضرية فكل هذه البلاد لو حطيت مع بعضيها وفسرت ليه ده يبقى أنت عندك حل من الاتنين يا إما دول كانوا عارفين بعضيهم الناس دول وكان فيه خطوط تجارية بينهم بتنساش السلك رود بتنساش أقوى مثال لده ألا وهو طريق الحرير بتاع المسلمين اللي هو وصل لغاية إيه طريق تجاري اللي ينور عليك فطول ما أنت ماشي بقى بالقوافل بتاعتك بتقف في مدن إش صين وإش هند وإش كذا أنت مين يا عم أنا بسام بسام أنت جاي من مين؟ جاي من مصر طب احكي لنا شو عم فهذه هي الارتباطات الحضارية أنت كمصر لما تقعد في أمريكا تقعد تحكي عن الغارة ما أقولول حتى لو أنت مش راجل مش قارئ في التاريخ نفس القصة فوجدت لك بقى في مصر عندنا فيه كهف اسمه كهف السباحون ده في الجيل في الكبير اللي هي موجودة في محافظة الودي الجديد ودي الدنيا كلها عرفات إيه رأيك؟ إزاي الحال؟ كهف السباحون The Swimmers افتح في أي ويكيبيديا في الدنيا افتح اضرب كده بس على الكمبيوتر وانت مغمض The Swimmers Cave الجيل في الكبير اكتب كده بالإنجليزي الدنيا كلها عرفات مش عايز أقولك حينزل لك قد إيه؟ صور وبعدين كمان نزل في فيلم The English Patient المريض الإنجليزي اللي هو الدنيا كلها أسكر ما أسكر ومش عارف إيه بس ما تصورش هنا ما تصورش هنا وبين وبينك أنا أعيز الناس يجي تصور في الصحراء المصرية بس ده بالذات كويسه ما تصورش هنا ليه؟ لأن كان أدى إلى إن السياح يروح والفيلم ده شهر ده السويميرس بدأوا السياح يروحوا وانت عارف ممكن جدا السياح هو في الكهف وما فيش أي التزام فممكن يقعد يكحد في الألوان وكده ودي بقى مش ألوان مصر القديمة وبس دي مصر القديمة اللي أنا بسميها مصر القديمة جدا عارف انت في مصر القديمة تعقيتنا الحلوة الجميلة دي وغالبالك قطرين قبل ما انت تبقى بلدين كمان قبل الحضارة الفرعونية تماما تماما وعلشان نريح الموضوع في حكاية الحضارة الفرعونية دي ودي برضو يعني نصيحة مني للأسلزة في وزارة التعليم بارح كنا على اللقاء مع وزير التحليم وكوير من الكلام كلمة الحضارة الفرعونية لما تيجي تتكلم فرعون لقب أو اسم دي من الأسرة 18 وطالع انت عندك 30 أو 31 أسرة الأسرة التمنط يعني عندك 17 أسرة الملك المصري ما اخدش لقب برعا انت متخيل؟ برعا اي اصل كلمة الباب بتتحاول لفا بر بيت ع عظيم البيت العظيم البيت الكبير برعا بقى ايه؟ فرعا فرعا بقت فرعون وترجع تقول في اللغة العربية هل فرعون اسم أم لقب دي قضية تانية لكن انا بقولك اسم أم لقب يعني هل هذا الملك الطاغية كان اسمه فرعون ولا كان لقبه فرعون ودي قضية تانية لكن الاهم دلوقتي يعني احنا بنتكلم في السياق بتاعنا هو ان انت لما تيجي تقول الحضارة الفرعوانية انت بتلغي 17 أسرة ما قبلها كده برافو عليه لان خوفه ما كانش فرعون مثلا يعني خفرع ما خدش عندي ناش نص مطلع خوفه فرعون الهيروغليف اللي في السعودية كان عليه خراطيش ملكية في صخر مش معبد لا ما نعايز انا مش عايز اعطى حضرتك ولكن فضل الحضارة زكرت اليمن العراق ليبيا الجزائر وكل دي حضارات اشتركت معنا ولكن لما حركت اتكلم على السعودية عارفيني ان السعودية والكويت والامارات هما بدوا يرحل ما لهمش حضارة كانت إيه يعني بيكلموا عن الشعر عن الترحال ما فيش حضارة بعينها إلا ما جات الحضارة الاسلامية بقى بعد كده ولكن معنى كلام حضرتك ان فيها بزرط فيها حضارة ده حضارة نحن نتكلم عن حضارات ما قبل الحضارات ايه رأيك بقى انا بقولك التاريخ ما قبل التاريخ علشان كده ما تستغرق مرنال انا عايز اقولولك ايه بنفس طريق التحنيط مميوات مصر استخدم هناك بقى السوف الخرفان واستخدم هناك الشمع واستخدم العسل ستايل تاني من التحنيط وده كان العظمة في دراسة مميوات اليمن مميوات اليمن مدفونة في جبال فوق في أعلى الجبل فكان بيضطروا العلماء انهم ينزلوا بإحبال في قوة رياح ممكن العالم القصاري يطير فيها ويخش وقال وهو في الهوى كده يبدأ بالفرشة يعمل كده ويبدأ يدرس المميوات يبقى لا اليمن اخترع فكر ابتكر فكر الطحنيط جديدة غيرك وده عدبني جدا لأن فرايت ده في ليفروف لايف ده كل ما بتعمل اختلاف في الأداء ده بيسريني أنا كعربي ويسريني أنا كحضرات مين بقى اتقابل في تابوك مين بقى اللي حط اسمه في تابوك ده في واحد تيماء يا السلام على واحد تيماء ياخي عمل سياحة مع واحد تيماء رمسيس التالت يعني خرطيش الملكية هذه الأشكال البيضاوية اللي انتو بتشوفها تملي في المعابد دي اللي فيها اسم الملك واسم الملكة دي في السعادية لقينا في واحد تيماء في محافظة تابوك وبالألقاب يعني الخرطوش كده وفوقي نب تاوي نب يعني سيد تا أرض وي اتنين طب ده بيعني ايه دكتور يعني بيعني وجود حضرة بقى في رعونية في منطقة زي دي بيعني ايه أول حاجة تجارة لزي ما حضركتها قدمت على طول كده وانت مغمض دي قوافل تجارية مصرية رايحة مديم عشان تجيب بخور ودهب ونحاس وفضة وترجع خلاص كده قريبة مش بعيدة قوي لان انت عدت سينة هل سينة كانت مأهولة كان فيها السشاو كان فيها البدو كما قلت حضرتك أيوة وتكتبوا وترسموا على الجدران بتوع المعابد رامسيسي التالت التالت مش التاني مش اللي هو اللي كل الناس عرفاه ده اللي شلوه من الميدان ده لا التالت تبص تلاقي هذا الخرطوش الملكي بيثبتلك ان القوافل دي طول ما هماشي عملت سيف في ماركس عملت سيف في علامات واحد اثبت ان احنا كنا هنا اتنين المصري مغرم بايه بوضع اسم ايه اسمه في كل حتة او بنحت اننا موجود تلاتة هي علامات تجارية لانه وانا راجع دي الستيشنز بتاعتي دي المحطات عشان انت خلاص روحة المطارية لكن لو انت راجع المطارية هتاخد ايه علامات اه لكن لو انا سبت في كل اه انا كنت فاكي انا كنت ساب الشنطة هنا يبقى دي المحطة الفلانية وهكذا فرجوعه وازهابه هو ده الطريقة اللي هو بيضمن بها نفس الطريقة اللي هو بيستخدمه عشان القوافل اللي تيجي بعده تستخدمها يا السلام يبقى بيفكر كمان في المستقبل مستقبل التجارة ولذلك من العجيب جدا لما اجا اقولك ان كهف تاسويمرز مستخدم الحبر الاحمر تروح جنوب ليبيا تلاقي الكهف اللي هناك اللي راسم التور راسمه والناس قاعدة معه ديها بتكده فيه منظر في ليبيا اتنين قاعدين بيكلموا مع بعض بيتجازنوا اطراف الحديث تروح الجزائر في حتة اسمها تاسيلي ناجر تاسيلي ناجر تاسيلي دي اكتب تاسيلي بس تاسيلي بالانجليز يا سيدي بلاش هتقوه بالعربي هتلاقي خمسمائة مليون بناء دم مهتم بهذه الأشياء دي على الصفة بتاعت ما قبل الحضرات خش على الحضرات ذات نفسها تلاقي الأهرامات في ليبيا وتلاقي الزجورات في العراق الزجورات عبارة على المباني عالية ذاتا ستابس ذاتا تدرج ده نفس الفكرة بتاعت الهرم المدرج بتاعت جسر بتاعت ملك جسر اللي احنا خطأ من ساميز اوسر مفيش زال في الهرغولفية فحنا مفروض نبطل الزجورات دي ده معنى كده ان الحدود بتاعتنا اختلفت عن الحدود اللي موجودة دلوقتي يعني كانت الحدود في ما قبل التاريخ او حدود الفرغانية اختلفت 100% عن الحدود اللي موجودة دلوقتي منها وبين دول العربية ولا مفيش حدود ولا مفيش حدود يا رأيك ما تيجي نعملها كده تاني هي دي بلا أنا طالبتي فيه في جامعة الدول العربية في المحاضرة بتاعتي قلت لهم لو كان المستعمر قد وضع حدود للعالم العربي وما نقدرش نزلها دلوقتي الاسباب سياسية أنا فاهمها ومتفاهمها جدا كالراجل قارئ متوضع في التاريخ طيب ما تشيل هذه الحدود ولكن بطريقتك الزكي ايه شوف اوروبا عملت ايه ما هي اوروبا شلت الحدود بس شلتها ازاي شلتها سياسيا بطريقة حلوة الاتحاد الاوروبا يعني ايا كان بس شلتها اه بالسياسة علشان محدش يقوم لنا يعمل لنا سايكس بيكو تاني ومش عارف ايه خلاص اتهرينا سايكس بيكو لا انا بقول لك بقى حاجة تانية شيل كل الفيز من كل البلاد العربية اللي مع بعضيها ما تعمل ليش فيزا بيني وبين البلد التانية اللي فيها اخويا يا اخي انت ليه بتخلينا احط فيزا وبادفع وساعات ادفع علشان اروح ولا هو يدفع علشان ييجي شيل اخي الفيز كلها انت يعني محتاج لعشرة لخمساشر دولار اللي هو بيتفعهم دول ده هو هيخدش يقعد معاك عشرة لخمساشر دولار وحيوسف وحيشغل الرجل السياحة الرجل بيبيع مياه ورجل ببيع مياه غزية ورجل يروح يستيري ساندويتش بتاعه ويأكل طبق كوش يعني طرق التجارة كانت مفتوحة بين البلاد العربية وبعضها بدون حدود تعالى شو بص حتى بعد حتى انت هكذا بتتكلم على دخول الحضارة الاسلامية طب ما قولك في ان انت في المغرب في المغرب فاطمة الفهري اللي هي ابنة عبد الله القيروان القيروان راح تفاس في المغرب وبنت اول جماعة في التاريخ احنا مش مبارعك هنا بنقول عيد المرأة العالمي يا اخي فاطمة الفهري تيكون فرد تعمل لها تمثال مبرح عندنا هنا ويتعامل تمثال لها كمان هناك في المغرب وكل الدنيا في الدول العربية كانت تصدر فكرة من هي فاطمة الفهري فاطمة الفهري يا سادة في التمنميات ميلاديا أنشأت وشيدت أول جامعة كما تعلم أنت الآن اليونيفورسي في التاريخ في التاريخ هتقولي طب هنا من في المطارين أقول لك آه كان عندنا جامعات ومعاهد في مصر القديمة بس الجامعة كما تعلمها فاطمة الفهري سيدة عشان يبع عندكم فكرة يا مصرين يا عوزام ويا عرب يا عوزامي اللي بتفرج علينا أول اتفاق نساء يقعدوا مع بعضهم كده عشان يتفعوا على حرية المرش في العالم يعني 1945 1800 أول واحدة ستة في أمريكا درست 1800 أنت 800 ويهي فاطمة الفهري بتبني جابعة بيذكر فيها مين بيذكر فيها ابن خلدون بيذكر فيها بعد كده هوت اللي بعد كده بقى البابا الفاتيكان أحد أبواب الفاتيكان أو باباوات الفاتيكان درس في جامعة القرويين بفاس المغرب التي أنشأتها بفلوس باباها اللي ورسته منها قالت وصامت طول البنى وقدت أداء عظيم جدا ليه إحنا مش عارفين فاطمة الفهري؟ بالضبط دكتور بسامت علي ندي عنوان تاني لفقرتنا وهو إدارة التاريخ بين التأثير والتأثر إدارة التاريخ من الشحز هي الفكرة على فكرة المحاضرة في الأول كان اسمها كده قبل لم الشامل وبعد كده إحنا إيه زودنا لم الشامل فيها لكن هي فعلا الإدارة بين التأثير والتأثر ليه بقى؟ إحنا قلنا فكرة لزيزة جدا إحنا قلنا لا يمكن أي حضارة من الحضارات دي كانت حتؤدي ولا أنت يعني ولا الحضارة المصرية اللي مجننا الدنيا دي كلها ومجننانا الحلوة الجميلة الجنون الحلوة ده ما كانش ولا واحد في الدنيا هيعرف يفرز ده من طب وحساب مثلثات وفلك وكذا وكذا إلا لو كان في إدارة إلا لو كان هناك إدارة يعني مدير يعني حم إيونو هذا الجهبز المصري مهندس الهرم الأكبر ياخنى لو علي أسميه هرم حم إيونو لصاحبه خوف هل كانت تقول أنه علم في حد زي تمام يا فندم سيدي الهرم لا يمكن أن يكون إفراس كرباك أنا ممكن أضربك بالكرباك دلوقتي عشان تزقلي الكرسي ده من هنا لغاية المضمزال اللي قاعدة في الكاميرا هتعملها لكن لو قلت لك زقلي الكرسي ده وحطه بدرجة 52 عشان يعمل درجة انحضار عشان تحطي لي 2 مليون و300 ألف حجر في مبنى مهرم خوف عشان كل حجر يبقى من 2.5 طن إلى 12 طن الواحد عشان يصل بعد كده هوت إلى غرفة في وسط الهرم وعشان الغرفة دي ما تكسرش من ضغط كل هذه الأحجار راح قطت خمس أحجار فوقي بفراغات عشان ياخد الضغط كله ويرفزه يلفز الضغط فتعيش هذه الغرفة لمدة 4000 سنة ونص من غرمة الكسر علشان يبقى مبنى 6 مليون طن وزن 6 مليون طن وزن علشان الأرض تستحمله يبقى أنا بقى راجل دارس جيولوجيا وأول واحد عملت جيولوجيا علشان مفيش سنتيمتر واحد تحت الغرم أساس أنت بتعمل أنت نرض عشان تبني دورين بتنزل تقعد تحفر في أساس لغاية لما يطلع لك أبيار مياه جاو فيها ويطلع لك تمسحين يقطموا دماغ العامل وينزلوا تهين ما كنت ما أنت عمال تنزل تحت حتة تلاتة رختر دلع كده زلزال هوب دورين حواعين أنت عندك مبنى تعرض لكام زلزال وتعرض لكام وأنا بخلمك على مبنى من فوق 100 هرم السودان النوبة السودانية في الشمال في مراوي وعندك ناباتا وعندك كوش دي حضرت تحفة يا جماعة في النوبة لازم تدرس ودتذاكر بها 180 ما قولك السودان فيها 180 هرم إزال حالة 180 هرم في النوبة السودانية من ممالك كوش وممالك ناباتا ومراوي دي السودان افتح سيحة مع السودان شيل كل البوندرس دي والحدود دي طب أثار في السودان أثار في اليمن أثار في العراق أثار في الجزائر أثار في ليبيا كيف تأثرت هذه الحضارات مشتركة مع بعض وأثار في بعضها البعض ده سؤال كويس ده سؤال تحفة ويدرس ويتعامل فيه كتب ومذاكرات وعمل إيه بعد مدرسه وأثبته بقى تاريخين مع الكل أنت تبقى سهلة أو ما فيش لكن فيه تماثل يعني ما فيش الناس دي قابلت بعضيها لكن فيه تماثل في الفكرة بزبط موميوات اليمن وموميوات مصر طب أنا أقول لك على فكرة حلو ما تيجي تعمل رحلة سياحية تبحها وتسوقها في الغرب السياحة مضروبة في كل الوطن العربي كما نعلم جميعا وأنا هقول لك السياحة فين لأن أنا شفتها فين في ديسمبر اللي فات السياحة عند الصهاينة أنا قفت طابور في مضحف الكيان السهيوني في القدس المحتل عشان أخوش ديسمبر اللي فات أنت عايزة أذكر أثرنا هناك في الكيان السهيوني عاملة إزاي لقيت إيه هناك لا مش عايزة أقول لك المرة جاية أجيب لك فلاشة فيها صور أنا صورت أثرنا جوه متحف إسرائيل المسمى أو المدعاب إسرائيلي الكيان السهيوني طوابير وقفة ب16 دولار التسكرة ولهذا منحة آخر لكن أنا حقول لك لو أنت عايز تنقذ السياحة في الوطن العربي اتحد في ديزا ما حضر لك تقدمت في الأول مشكورا وعمل لي رحلة 20 ل 25 يوم من أول المغرب لحد الخليج عديني على جامعة القرويين بتاعت فاطمة الفهري أبين للدنيا دي كلها يعني إيه المرأة المسلمة كانت بتبني أول جامعة في التاريخ أو عدت تقول لي دي كانت واحدة بقى ساكنين أوردر واحدة في اللي بيشعف إيه وان امرأة اتنين في الحياة والكلام اللي هما بيطلعوا علينا دا دانتو أينشتاين ما عملهاش عندكم أينشتاين ما بناش جامعة فاطمة الفهري بنت جامعة فليمينج ما عملش اللي عملته فاطمة الفهري سوتايتا المحاملي حد يعرفها عالمة جهبز في علم الرياضيات خلاص ما لم الاسترلابية الاسترلاب أتحداك لو تعرف بيشتغل ازاي جهاز بيجيب لك الاتجاهات كلها كانت هي متخصصة في صنع هذا الجهاز المعقد الاسترلاب سيدة على أعلى مستوى عائشة الحرة التي أجلت سقوط الأندلس أجلت سقوط الأندلس سيدة واحدة في القصر أجلت سقوط غرناطة وفي الآخر قالت لابنها روح ابكي يا أخويا وانت بتسلم من الأندلس عادت تخنقلي مع بعضيكو في العيلة الوحدة تخنقتوا فوقعتوا وقالتهم كلمة مشهورة ابكي كالنساء ملك لم تحافظ عليه كالرجال ما بنقراش تاريخنا ليه وقا أندلساء أيوة وقا أندلساء لأنهم ما تخنقوا مع بعض لكن لما كنت كده كانش حدا قارف عارضيكو لما طيب خليني اتكلم على أثار وحضارة العراق وحضارة لبنان الله وحضارتك ابتسمت لما كلمت على العراق ولبنان الأثار اللي فيها والحضارة اللي فيها الله عليك بص يا حبيبي من المعروف أن عندنا في مصر سيدة كده رمزية في مصر القديمة أسطرية كده اسمها حاتحور حاتحور دي كل الناس عارفاه لأنها كانت رمز الجمال ورمز المرأة ورمز الموسيقة ورمز التركواز الفيروس وكان الفيروز يتجاب من إين كان يتجاب من سينة وكانت سينة اسمها في مصر القديمة تا مفكات مفكات يعني تركواز بالهيروغليفي وتا يعني أرض فهي أرض التركواز فهي أرض الفيروز فحتحور اللي هي حوت حر اللي هذه السيدة الجميلة العظيمة طبعا راقية جدا جميلة جدا جسمها طحفة رشيقة أصبحت هي من قوتها من قوت هذا الرمز أصبحت ربة الجمال فين في لبنان الست اللبنانية كان في يوم من الأيام بتبص على الست المصرية على أنها رمز الجمال يعني اللبنانية هتموت تبقى مصرية من جمالها إزاي الحال دلوقتي مش هتكلم بقى هتقول لي بقى هيفاء ولا ننسي طبعا احتراننا طبعا لكل الناس يعني بنهضر يعني لكن بالفعل هي دي كانت حقيقة تاريخية كانت رمز المرأة المصرية دي كانت حاجة اسمها ربط في نقيا الأسطورية حتحور المصري يعني دي كانت السيطة دي كانت عابرة للبلاد كانت سمعتها عابرة للبلاد العراق يوجد بها طبعا حضائق بالمعلقة واحدة من عجاب الدنيا السابعة القديمة لما هي الزهقت بصي كل ده برمي على ايه لما انت حتصدر هذه القصص للغرب الغربة حيفهم يعني ايه انت كنت بتعامل امرأة ازاي كمان يعني لما انست راحت لجوزها لأنت جايبني من حت انت متجاوزي من حتة خضراء وقعبني في صحرا انا عايزة خضار انا عايزة جنينة راح عملها حضائق بابي للمعلقة فاصبحت واحدة من عجاب الدنيا السابعة القديمة احلامك اوامر يا امرأة يا حبيب قمة الحضارة التعامل مع المرأة قمة الحضارة احسنت انا الجملة دي انا عجباني اسمح لانا استخدمها في محاضرتي القادمة لان طول ما انت عملت قول للناس المرأة عاملة ازاي في الماضي ودلوقتي كده واخيرا حقول لحضرك على حاجة لزيزة ننهي بيها الحتة دي بتاعت العراق بازاي العراق فيها حضارة اسمها قور قور دي ممكن تبقى اقدم منينا بالمناسبة انا مش عايز اقف اقول اصلا اقدم من المغرب امين الاول المهم في الاخل خالص دول كلهم افرزوا حاجة عاملة ازاي علمت الدني ساز دكتور بسام يعني موضوع شيق لا ينتهي واكيد هناخد وعد من حضرتك دكتور بسام انحنا هنتقابل في العديد والعديد من القائط وانا هحاول اكون موجود مع حضرتك دكتور بسام الشماء المؤرخ وعودوا جماعيات دراسات تاريخية شكرا على تشتيتك ووجودك النهاردة معانا وموضوع شيق لا ينتهي الحديث فيه شكرا جزيلا مشاهدين اسمعتوا العجائب والغرائب على الحضرات الفرعونية القديمة ولم الشمل العربي من خلال هذه الحضارة الرائعة لا كان في حدود ولا كان في مشكلة زي ما قال دكتور بسام من الاول من الاخر اكيد مش هناختلف دايما العرب متفقين وخلصت فقراتنا النهاردة فقراتنا سعيد مستمرة دائما منذ فلا ساعة صباحا حتى الحديث شكرا جزيلا على حسن المتابعة اشوفه دايما علىك اشتركوا في القناة